مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على القناة لتعلم اللغة التركية بفيديو اليوم رح نحكي عن الكلمتين أونجي والكلمة الثانية صونرا أونجي معناتها قبل صونرا معناتها بعد طبعا هي كلمات مفصولة مثلا فينا نقول يعني ما رح تأثر على الحرف الصوت اللي قبله أو اللي بعده مثلا بس هي تختلف لما أضيفها مع ظرف الزمان أو مع الأسماء أو مع الأفعال بتختلف يعني شكل إضافتها ما رح أضيفها هيك مجردة بس أول شي نبدأ مع أبسط شي هو أنه أنا بدي أضيفها مع ظرف الزمان شو يعني ظرف الزمان يعني مثلا يوم، أسبوع، شهر، سنة، ساعة، دقيقة بدي أستخدم معها كلمة قبل أو بعد فأنا أضيف ظرف الزمان زائد كلمة صونرا أو أونجي بدون أي إضافة ثاني كيف يعني؟ مثلا بدي أقول قبل ساعة ساعة معناتها بير سات بير سات لازم نكتب العدد إذا ساعتين إكي سات ثلاث سات، أجسات، دور سات أربعة ساعت يعني نكتب العدد ساعة واحدة بير سات بير سات نجي بير سات أنجي يعني قبل ساعة بير سات صونرا بير سات صونرا بعد ساعة يعني أنا عم أضيف ظرف الزمن زائد الكلمة المعبرة عن الزمن زائد أنجة أو صنرا بدون أي إضافة مثلا بقول قبل يومين يوم معناته جون يومين إكي جون إكي جون أنجة إكي جون أنجة يعني قبل يومين إكي جون أنجة يعني قبل يومين أو بقول إكي جون صنرا بعد يومين مثلا برهافة صنرا بعد اسبوع كي هافطة انجي قبل اسبوعين بعد شهر يعني قبل ثلاثة شهور يعني لما بدي استخدم احكي عن زمن فانا رح استخدم الزمن مع العدد المناسب الاستخدم انجي او سونرا بعدهم مباشرة بدون اي اضافة اما لما بدي استخدم هالكلمتين قبلها اسمع فلازم اضيف لهذا الاسم حرف الجرمن شو هو حرف الجرمن هو دان او دان حسب قاعدة التوافق الصوتي الثنائي او تان او تان اذا كان اخر حرف في الاسم احد حروف فستكتشها بشارحين نحن عنها هاي القاعدة من قبل يعني حرف الجرمن هو دان او دان اضيف دان اذا كان اخر حرف صوتي ثقيل ودان اذا اخر حرف صوتي خفيف اما اذا كان اخر حرف مو الصوتي اخر حرف بالكلمة احد حرف فستكتشهاب فأنا رح احولت دان الى تان ودان الى تان مثلا شو يعني اسم مثلا بقول بعد الشغل بعد الشغل تعال تعال اللي عندي بعد الشغل شغل معناته إيش إيش اخر حرف من احد حرف فستكتشهاب فأنا رح اضيف إيش تان إيش تان صونرا كلمة إيش صونرا ما بتصير ما بيصير اقول إيش صونرا يعني بعد الشغل مع بيصير.. لازم اضيف حرف الجر إذا كان عندي اسم إيش تان صونرا قال gentle تعال بعد الشغل إيش تان صونرا مثلا بقول قبل المدرسة أقول مدرسة أقول دان عن جي أقول دان قبل المدرسة أقول صونرا بعد المدرسة استخدموا الكلمة اللي بتكونى عندنا طو pretended الكلمة اللي بدتكون إياها Cħќام ذات الى تتوضح معكم اكتر مثال شخص مثلا、 تعال بعد الصلاة تمام؟ شو يعني صلاة؟ نماز نماز صنرہ ما بيصير اقول هيك فابدي اضيف حرف الجورمان نمازدان صنرہ تعال بعد الصلاة نمازدان صنرہ جل نمازدان صنرہ جل تعال بعد الصلاة أو نمازدانونجئ قبل الصلاة مثلا, بعد الاكل بعد الطعام يمك تان صنرا يمك آخر حرف فستك تشهاب فلازم اضيف حرف الجر تان أو تان يمك تان صونرا بعد الطعام يمك تان أونجي قبل الطعام يعني لما يكون عندي اسم حصرا اسم و بدي أضيف له أونجي أو صونرا لازم بعد الاسم أضيف حرف الجر من يعني بالحالتين لما يكون عندي بدي أضيف ظرف زمان أو لما بدي أضيف اسم فنفس الشكل أضيف في أونجي أو صونرا يعني مع ظرف الزمان أضيف أونجي أو صونرا بعده مباشرة أو مع الاسم لازم أستخدم حرف الجرمل بعدين أضيف أما مع الأفعال فتختلف إضافات يعني أستخدم أرنجي بطريقة معينة أستخدم صنرا بطريقة معينة نبدأ مع أرنجي أرنجي مع الأفعال بيضي أضيف للفعل مدان أو مدان يعني جذر الفعل زائد مدان أو مدان زائد أرنجي بس صنرا ما بتصير مثلا بقول قال مدان أو مدان قبل المجيء يعني قبل ما تجي يعني قبل المجيء بدي أضيف قال هو لجذر الفعل مدان المناسب إلو قال مدان إن جي بنها بربار يعني أعطيني خبر قبل ما تجي أو كل شخص قبل ما تطلع اتصل فيني قبل ما تطلع اتصل فيني شو يعني فعل الخروج يعني اتصل فيني قبل أن تخرج فعل الخروج أو الجذر الفعل منه took took مدان إن جي took بدي أضيف لها مدان أو مدان took مدان إن جي قبل ما تطلع بني أرى اتصل بي يعني اتصل بي قبل أن تخرج took مدان إن جي بني أرى took مدان إن جي بني أرى جملة ثانية مثلا بقول لها شخص قبل ما تأكل اغسل إيدك يعني أو بالعكس منها نقولها اغسل يديك قبل أن تأكل فعل الأكل هو جذر منه ي ي بدي أضيف له مدان أو مدان رح أضيف يميدان يميدان إن جي قبل أن تأكل إلا رنيك اغسل يديك يميدان إن جي إلا رنيك اغسل يديك قبل أن تأكل أو مثلا بقول لها شخص قبل ما تحكي فكر يعني فكر قبل ما تحكي مو هيك الدجبي حكي دج بقول له شو معنات الكلام يعني قبل أن تتكلم كونوش هو جذر الفعل كونوش مادان عن جي كونوش مادان عن جي دشن يعني فكر قبل أن تتكلم يعني كلمة قبل لما بدي أضيفها مع الأفعال فبدي أضيف لجذر الفعل مادان أو مادان بعدين أضيف له عن جي فعل زائد مادان أو مادان بعد عن جي لحتى يصير قبل أن تفعل كذا كذا يعني قبل لما أستخدمها مع الأفعال طيب سونرا كيف بدي أستخدمها مع الأفعال رح تكون اللاحقة شوي طويلة بدي أضيف لجذر الفعل إذا بدي أستخدم سونرا يعني قبل أن تأكل قبل أن تخرج قبل أن تأتي بدي أضيف له اللاحقة الرباعية ضقطان يعني أو دكتان هون رح تتبع لقاعدة التوافق الصوتي الرباعي يعني حسب آخر حرف صوتي بالفعل كمان حرف D دائما دائما اللواحق اللي تبدأ بحرف D رح تتحول إلى حرف T إذا كان آخر حرف في الكلمة أحد حروف فسط قتشها يعني أنا رح أضيف اللاحقة ضقتان الرباعية اللي حكيتها قبل شوي أو تتحول إلى طقتان إذا كان الفعل ينتهي بأحد حروف فسط قتشها يعني طقتان 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 هي نفس اللي حكي اللي بالبداية قلناها ضقتان نفسه بس حرف D دائما باللواحق دائما نفس ما قلنا دان ودان من قبل تتحول إلى طان أو طان حرف D باللواحق يتحول إلى T إذا كان آخر حرف في الكلمة أحد حروف فسط قتشها مثلا نستخدم نفس الفعل اللي حكينا عنه من شوي هو Tchuk Tchuk بدي أقول بعد أن تخرج بعد ما تطلع يعني فبدي أضيف اللاحقة المناسبة Tchuk آخر حرف فسط قتشها فبدي أضيف Tchuk Tuk Tant Sondra Tchuk Tuk Tant Sondra بعد أن تخرج كبي كبت مثلا بعد ما تطلع سكر الباب Tchuk Tuk Tant Sondra كبي كبت بعد ما بعد أن تخرج أغلق الباب أو مثلا أنا بقول بعد ما جيت على البيت أبطا ما طلعت شو فعل المجيء قال قال ديكتان سونرا قال ديكتان سونرا هون استخدمنا اللاحقة الأساسية اللي تبدأ بحرف الدين لأنه ما عندي حرف فستكتشاب قال ديكتان سونرا مثلا ايفي قال ديكتان سونرا هي تشق مضم بعد أن جئتوا إلى البيت هي تشق مضم أبدا لم أخرج يعني مع اللاحقة عفوا مع كلمة سونرا لما بدي أستخدمها مع الأفعال حصراً فبدي أضيف هاي اللواحكة الرباعية أو ليصير تمانع يعني تقريباً عادتها حسب إذا كان آخر حرف في الكلمة عادي أو أحد حروف فستكتشها مثال أخير لا تتوضح معنا استخدام كلمة سونرا مع الأفعال مثلاً نقول لشخص بعد ما تخلص شغلك تعال على المكتب تخلص تذهب تأتي تأكل تجلس تقرأ هاي كلها أفعال فبدي أضيف اللاحقة المناسبة بعد ما تخلص بعد أن تنهي عملك فعلي لأنها اسمه بيتر بتردكتان صونرا بعد أن تنهي إشيني بتردكتان صونرا إشين عملك هاي الليل بالأخير مفعول به إشيني بتردكتان صونرا بعد أن تنهي عملك أوفي سقال تعال إلى المكتب إشيني بتردكتان صونرا أوفي سقال تعال إلى المكتب يعني أنجي أو صونرا مع الأفعال تختلف عن بعض ما بيصير أضيفة نفس الإضافة إذا بدي أستخدم UNJ مع الأفعال بدي أضيف لجدر الفعل مدان أو مدان أما إذا بدي أستخدم صونرا مع الأفعال فبدي أضيف اللاحقة دقتان الرباعية أو تقتان الرباعية إذا كان آخر حرف في الكلمة أحد حروف استكتشها هات كان كل شي بخص استخدام هالكلمتين UNJ أو صونرا سواء مع الزمن مع الأسماء ومع الأفعال فيها شوي خربطة ممكن بس بدنا نزبطها مع الكلام حاولوا تحكوا فيها تستخدموها دائما لتزبط مع كونكتر في ناس عندهم مثلا مشكلة بالحفظ الحفظ بده تكرار وبده استخدام يعني هلا أنا هاي الكلمات كلها إذا ما استخدمتها بره رح انساها بعد يومين فإنتوا حاولوا كل شي تتعلموا تستخدموا بره وتحاولوا تحكوا بكل مكان لا تخجلوا ولا تترددوا إن شاء الله تكونوا استفدتم من الدرس إن شاء الله يكون سهل و بسيط اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات وضلوا بخير دائما ومع استردام